ظهرت قوة رمز فرعوني خطير في مسلسل المداح واللي بيحكي عن أسطورة العودة يمكن كتير مننا شافوا على جدران كل المعابد الفرعونية القديمة لكن مش الكل عارف معنى الرمز ده وليل فرعنا كانوا دايماً يحطوه على مداخل معابدهم تعالوا في الفيديو ده نكشف لكم سره وهل فعلاً فيكو خارقة زي اللي ظهرت في حلقات المسلسل ولا لأ؟ خلوني أبدأ معاكم بالمشهد اللي كلنا شفناه في حلقة صابر المداح واللي اتحركت فيه السلسلة المرسومة عليها الرمز واللي عبارة عن الشمس المجنحة وبسبب قوتها قدر يغلب عدوه وهي دي أسطورة قرص الشمس المجنح أو حورص الشمس المجنحة رمز فرعوني قديم ظهر بشكل واضح مع الأسرة الثالثة ومنتشر جداً في معظم النكوش الفرعونية وعلى مداخل كل المعابد القديمة وده بسبب اعتقاد فرعوني مهم جداً وأسطورة من أهم أساطير الفرعنة أسطورة قرص الشمس المجنح والانتصار على قوى الظلام واتباع المعبود ستة وبترجع الأسطورة لمواجهة كبيرة حصلت بين قرص الشمس المجنح ومجموعة من قوى الظلام واللي ظهر بينهم المعبود ستة وهو رمز الشرور عند قدماء المصريين وبعد محاولات في القضاء على قوى الظلام أعداء الإله رع هيربست وأعوانوا لجنوب مصر ولكن قرص الشمس المجنح استمر في متردتهم لحد ما أضع عليهم تماماً وبكده تكون الشمس المجنحة هي اللي خلصت العالم من قوى الظلام وكل الشرور وهو ده سبب وجودها على مداخل جميع المعابد لأنها رمز للحماية وأرس الشمس المجنح عبارة عن أرس بجنحين ملونين بألوان مختلفة وبيهم بتتمكن الشمس من أنها تطوف السماء بالكامل لكن على جدران معبد إدفو ظهرت حكاية تانية عن الشمس المجنحة الحكاية التانية صورة صراع بين قوى النور والظلام في عصر ما قبل الأسرات وظهرت الشمس المجنحة وهي بتحاول تخلص العالم من قوى الظلام وخلصت الأرض من الرياح والعواصف والأمطار وملت العالم بالنور علشان كده أوقات بيظهر أرس الشمس المجنح وهو محاض بحطين مقدستين أما عن الحكاية التالتة لأرس الشمس المجنح واللي بيرمز للإله حورس بحتي ابن إله الشمس فبتبدأ بوجود حورس في السماء على شكل أرس الشمس المجنح وهو بيهاجم الأعداء من فوق فاضطر أعداءه للهروب نزل أعداء حورس أو أرس الشمس المجنح لنهر نيل في شكل تمسيح وأفراس نهرة وهجموا سفينترع حور أختي ملك مصر والإله الدنيوي ولكن حورس وأتباعه قدروا على القضاء على معظمهم وبعد كده تقمص حورس شكل أرس الشمس المجنح وعلى جانبيه الآلهتين نخبت والجد واستمروا في تعقل أعداء لحد ما تم القضاء عليهم بالكامل علشان في النهاية يعلنوا انتصار كوى النور على قوى الظلام والشر ثلاث حكايات لأسطورة واحدة ولكن النتيجة متطبقة تقريبا وهي أن أرس الشمس المجنح هو السبب في حماية العالم من قوى الظلام وكل الشرور وعلشان كده الرمز موجود على كل المعابد علشان يفضل يحمي ممتلكات الآلهة من شرور الأرض